مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبللمانية التايوانية ترتفع وطيرة التصعيد مع الجار الصين الصين تترقب نتائج الانتخابات هذه عن كثب لأنها ستحدد طبيعة علاقتها مع تايوان فمرشح الرئاسة هنا يعرضون على منصة المناظرة برامجهم الانتخابية التي تتراوح بين التقارب مع الصين والانفصال عنها الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها تكثف ضغوطها على تايوان قبل أيام من الانتخابات الحاسمة إذ قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت مناطيض صينية يعتقد أن هذا الطبيعة تجسسية تحلق فوق مضيق تايوان لكن لا يبدو أن واشنطن ستترك تايوان للصين فهي تمتلك مصالح سراتيجية في تايوان أيضا وتقف داعمة لها في مواجهة بكين على خلفية الصراع بشأن تايوان شاب العلاقة بين واشنطن وبكين الكثير من التوتر والخلافات خلال السنوات الماضية آخر فصول الصراع انفرضت الحكومة الصينية عقوبات على خمس شركات أمريكية دفاعية ردا على بيع واشنطن أسلحة لتايوان قبل ذلك توترت العلاقات الصينية الأمريكية بسبب تنفيذ الصين منورات عسكرية تضمنت محاكاة لتطبيق تايوان المنورات العسكرية هذه تثير قلق تايوان ومن ورائها واشنطن فهي تعزز مخاوفهما تجاه نوايا صينية لضم تايوان باستخدام القوة وهو أمر لا تخفيه الصين